الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، الوقود، ضغط النظام، منخفض جيداً ماذا يعني ذلك؟ ينطبق رمز مشكلات تشخيص محركات توليد القوة، المحرك العام هذا على جميع المركبات المجهزة OBDA أي، تم تجهيز بعض المركبات بإمدادات وقود غير قابلة للإرجاع، وهذا يعني أن مضخة الوقود معدلة بعرض النبض ويمكن أن تختلف في سرعة المضخة لتوصيل الوقود إلى السكة الحديدية بمعدل متغير بيدلاً من تشغيل مضخة الوقود باستمرار وتنظيم الضغط بضغط إعادة الوقود إلى الخزان، يوجد مستشعر على سكة الوقود يراقب ضغط الوقود في السكة لتحديد ضغط الوقود وتغيير سرعة المضخة وفقاً لذلك، أو اكتشف PCM وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة، أو ECM وحدة التحكم في المحرك، أن ضغط الوقود أقل من المواصفات للإمداد الموجه إلى وحدة تشغيل مضخة الوقود أو مجموعة مضخة الوقود، قد تشمل أعراض P0087DTC مايلي، تحقق من إضاءة ضوء المحرك، قد يكون هناك أكثر من رمز واحد مثل مستشعر الأكسوجين الهزيل أو كود غني، قد يكون هناك خلل في السيارة بسبب حالة الوقود الهزيل، أو تشغيلها بشكل خشن، أو نقص الطاقة عند التسارع، قد يكون هذا أكثر وضوحاً في RPM أعلى عند الحاجة إلى مزيد من الوقود، قد يكون هناك أيضاً مستشعر للأكسوجين رنحيفاً جيداً، قد يتسبب المستشعر السيء في توجيه PCM-ACM لوقود إضافي يؤدي إلى حالة وقود غنية مما سيؤدي إلى ضعف في استهلاك الوقود، قد يكون هناك رمز مستشعر للأكسوجين غنياً جيداً، الأسباب قد تتضمن الأسباب المحتملة لرمز مشكلة P0087 مايلي، مضخة الوقود الضعيفة، أو الفلتر المسدود أو الشاشة، أو خط إمداد الوقود المقيد، وحدة تشغيل مضخة الوقود المعيبة، مستشعر ضغط الوقود المعيب الحلول المحتملة إذا كانت السيارة مجهزة بمنفذ اختبار ضغط الوقود في سكة الوقود أو الخط، تحقق من ضغط الوقود باستخدام مقياس الضغط الميكانيكي لتحديد ما إذا كان ضمن المواصفات، يجب أيضاً اختبار ضغط الوقود أثناء الحمل مع وجود السيارة في الترس أو أثناء التسارع، إذا كان ضغط الوقود أقل من الانشقاقات، افحص بصرياً جميع خطوط الوقود التي تعود إلى الخزان لمعرفة ما إذا كان هناك قيود مثل خط الوقود المنحني، قد يكون فلتر الوقود مصدوداً إذا لم يتم تغييره لفترة طويلة، أو ربما أصبحت شاشة الوقود داخل الخزان قيداً أو مصدوداً، تحقق من عدم وجود تلف في خزان الوقود الذي قد يتسبب في ضغط الجزء السفلي من الخزان على الخزان مدخل مضخة الوقود، عادة ما يتم تشغيل المركبات المجهزة بوحدة تشغيل مضخة الوقود على إشارة إدخال PWM، معدل عرض النبض من PCM، ACM وإشارة خرج PWM إلى مضخة الوقود، وبعبارة أخرى يتم تشغيلها في دورة عمل، وهو جهد تشغيل الوقت بيدلاً من الجهد المستمر لتنظيم سرعة المضخة، يمكن التحقق من إشارة PWM في وحدة التشغيل باستخدام مخطط الأسلاك كمرجع ومجموعة DVOM مضبوطة على دورة العمل مع الرصاص الموجب على سلك الإشارة والرصاص السلبي على أرضية معروفة جيداً، يجب أن تختلف دورة العمل حسب طلب مضخة الوقود التي يقودها PCM، ACM، بعض المركبات مثل فورد ستضاعف ناتج دورة العمل، لذا فإن إدخال 30% سيؤدي إلى إخراج 6% لمضخة الوقود، يجب أن تعكس دورة التشغيل لمضخة الوقود هذه الزيادة، عادة ما يتم مراقبة هذا الجهد بواسطة PCM وقد يقوم بتعيين رمز خطأ إضافي إذا كانت هناك مشكلة في وحدة تشغيل مضخة الوقود، يمكن فحص مستشعر ضغط الوقود باستخدام مخطط الأسلاك كمرجع وDVOM عادة ما تكون هناك طاقة جهد مرجعي أو سلك أرضي يتم مراقبته بواسطة PCM، عادة ما تؤدي مشكلة السلك الكهربائي أو الأرضي إلى تعيين رمز مختلف مثل P0190، عطل في دائرة مستشعر ضغط سكة الوقود، أو P0191، نطاق مستشعر ضغط سكة الوقود، قد تؤدي المقاومة المفرطة في المستشعر أو أسلاك توصيل إلى قراءة غير صحيحة، باستخدام DVOM المضبوط على مقياس أومن، تحقق من مقاومة مستشعر الضغط عن طريق فصل المستشعر وإرفاق الخيوط الإيجابية والسلبية بموصل المستشعر، إذا كانت المقاومة أعلى من المواصفات، فاستبدل المستشعر، يمكن اختبار الأسلاك باستخدام DVOM مضبوطاً على أو من أيضاً عن طريق فصل المستشعر وPCM والتحقق من المقاومة المفرطة بين طرفي أسلاك توصيل مع الرصاص الموج بلام DVOM على طرف واحد والرصاص السلبي على الطرف الآخر من نفس السلكي.